من ناحية القضائية سيادة العميد ما هي العقوبات التي من الممكن أن تقر بحق هؤلاء الأشخاص الخارجين عن القانون سواء المدني أو حتى العسكري وهل برأيك يجب أن تكون عقوبات فعلا رادعة للحد من مثل هكذا يعني تصرفات واعتداءات واستهدافات وتصرفات فردية أيضا يعني على نوع الجريمة إن كان هناك استخدام لأسلحة محضورة فيجب أن يعاقبوا فقمات للغاية عن القانون المكال ما استعمال القنابل يعني محلية الصوت سيادة العميد أقول إن العقوبة ستكون باتجاهان يعني إن كان هناك استخدام لأسلحة مجرمة ومحرمة فبالتالي يقاضى وفق المادة أربعة من قانون مكافهة الإرهاب لكن إن كان هناك عملية تخريب فبالتالي يكون مادة قانونية تعتبر تخريب ممتلكات عامة وبالتالي بها شقان تعويض المتضرب وأيضا عقوبة انضباطية من قبل القضاء العراقي لذلك نقول إنه من استخدم أسلحة وعبوات أو ربما عبوات صوتية فربما هذه العبوات الصوتية كيف تبوب في القانون العراقي فأعتقد تدخل ضمن جانب الإرهاب والترهيب وهذه عقوباتها خطرة جدا وقاسية جدا لكنه ربما عمال الشغاب الأخرى ربما إذا عوض جانب معنوي وجانب النسبة للخسار وكذلك تعويضها يعني عن تعطيل العمل بهذه المطاعم فربما سيكتفون بالتعويض المادي والقانون العراقي ربما سيقاضي بستة الشريرة كحد أقصى كعقوبة انضباطية والحبس المشدد أريد أن أشكرك جزيلا شكر سيد الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني على هذه الإضاحات اشتركوا في القناة